السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ميديكول معكم الدكتور مونير في فيديو اليوم سوف أشرح لكم مرض جديد وهو التكست نيك أو لسندرون دي كو دي تكستو هل تعرفونه؟ هو مجموعة من المخاطر الصحية للعنق بسبب طريقة استعمال هاتف مقال حسب دراسة أمريكية حديثة فإن الوضعي التي نتبعها عند استخدام الهواتف والألواح الذكية والتي تشمل إمالة العنق للأمام والأسفل ممكن أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى تآكل فقرات العنق وأيضا أمراض القلب يضافة إلى التأثير السلبي على عضلات العنق والظهر هذه المشاكل الصحية أصبحت مرضا جديدا يسمى التكست نيك وبالفرنسيا لسندرون دي كو دي تكستو يعني متلازمة العنق والرسائل المصية عندما يكون الرأس في نفس استقامات العمود الفقري يعني أن الزاوية بينهما هي صفر درجة فإن وزنه لا يتعدى 5 كيلوغرامات أو على أكثر تقدير 5 كيلوغرامات ونصف وهذا وزن مثالي ولا يسبب أي مشاكل لفقرات وعضلات العمود الفقري وللإشارة فهذه هي الوضعية العادية والفيزيولوجية ولكن إذا انحنينا قليلا فقط بـ 15 درجة فإن الوزن يصبح 12 كيلوغرام وفي 30 درجة فإن الوزن يزيد إلى 18 كيلوغرام أما إذا انحنينا إلى مستوى 60 درجة فإن وزن الرأس يصبح أكثر من 27 كيلوغرام تخيلوا أن فقرات أعناقكم تحمل وزنا قيمته 27 كيلوغراما هذا ما يسبب الألم والتشنجات والأخطار التي ذكرتها سابقا إذن من 2 إلى 4 ساعات يوميا بهذه الوضعية كافية لحدوث أضرار خطيرة لعمودك الفقري والعلاج قد يصل إلى الجراحة إذن أمام الهاتف الذكي كن ذكيا